بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات المرحلة السنوية العامة أهلا بكم النهاردة في الفيديو بتاعنا إن شاء الله هنحلي فيه امتحان اللغة الألمانية لسنة 2019 وزي ما احنا متعودين أول حاجة بتجينا في الامتحان اللي هي التكست نقرأ كده مع بعض التكست يعني هانز بيعيش منذ خمس سنوات في برلين Air Hot Informatic Under University Studied إنه هو درس في الجامعة درس إيه بقى؟ Informatic هنا زي تكنولوجيا المعلومية زي أنا أعتبرها كده زي عندنا حاسبات ومعلومات كده دورت اللي هي معناها هناك اللي هي في الجامعة بقى Hot Air Zinefrau Louisa Kennenglerent إنه هو Kennenglerening يعني يتعرف على إنه هو اتعرف على Zinefrau اللي هي زوجته في شهر ابريل بدأ تدريب هنا معناها تدريب في شركة كمبيوتر كبيرة دين اعفل شبيتر دوت أربايتن علشان هو في يعني خلاص هو محتاج يشتغل إيه هناك هانز بيكمت أخت هوندرت ايرو برو مونات يعني هانز هيحصل على المرتب بتاعه بقى تمنمائة ايرو برو مونات كلمة برو هنا معناها كل شهر كل شهر هيحصل على تمنمائة يورو وعنده تلات أسابيع أجازة فين في السنة كلها يد انتاج كل يوم يبقى كل يوم بيروح الشركة من الساعة تمانية لحد الساعة كام لحد الساعة تمنتاشر والساعة تمنتاشر كده إحنا لو حسبناها يعني هتبقى الساعة ستة يعني كل يوم بيروح الشغل من الساعة تمانية لحد الساعة ستة ناخد عبايت بعد الشغل كنت أنا خوزة بيروح للبيت زير مودة يعني بيروح البيت تعبان جدا ومرهق نخلي بالن فيه فرق بين مودة وكرانك كرانك يعني عيين إنما مودة يعني مرهق هو كمان ما كانش عنده وقت إن هو يروح يشتري حاجات زين فراو لويزا جيت إما ألاين إنس كاوف هاوس يبقى مراته بقى لويزا دائما بتروح الكاوف هاوس اللي هو المطجر تروح تشتري حاجات ألاين لوحدها علشان هي الموضة بالنسبة لها مهمة جدا هي دايما بتحب تبدو شيك لذلك ولذلك إن هي في وقت الفراخ بتاعها بتروح لشتات سنتروم يعني مركز المدينة أو زي وسط البلد كده وكمان وبتشتري إيه كلايدونج ملابس تمام؟ تعالوا نبص بقى على أول سؤال عندي يا طرى هانز كان بيعمل إيه في إبريل في برلين طبعا إحنا نطلع نبص فوق زي ما اتفقنا إن إحنا لازم نتأكد كان عنده إيه براكتكم اللي هو تدريب تاني واحدة يا طرى هو تعرف عليها يا طرى هو تعرف عليها يا طرى هو تعرف عليها فين؟ تعالوا كده نشوف أهي هو فوق قالك إن يعني اير هات انفورماتيك اندير يونيفرستيت اشتدير دورت هناك يعني في الجامعة هات ايه زاين فراو لويزا كنن جلارن طيب إحنا طبعا نتعرف عليها فين اندير يونيفرستيت تمام؟ يبقى نختار أول واحدة تالت حاجة يا طرى هو عنده في السنة أجازة طب عنده أجازة قد إيه بقى في السنة؟ عنده تلات إيه؟ أسابيع عنده في السنة تلات أسابيع طب يا طرى هنا بقى هو مش كاتب لي تلات أسابيع طبعا هو فوق كاتب لي تلات أسابيع تمام؟ أنا مفيش تحت تلات أسابيع بس أنا عندي اللي هو واحد وعشرين ايه يوم اللي هي مسلا تلاتة في سبعة بواحد وعشرين يبقى هنختار رقم ايه اتنين خلي بالنا من الحتة دي يا جماعة طيب نيجي بعد كده السؤال اللي بعديه يعني المدة اللي بيشتغلها يعني يوميا يا طرى هو بيشتغل طول النهار طبعا هو فوق كان قال لي ان هو بيشتغل كل يوم يبقى عنده من الساعة تمانية لحد الساعة تمانتاشر يعني من الساعة تمانية لحد الساعة ستة يعني احنا لو حسبناهم هيطلعوا اللي هي ايه عشر ساعة يا طرى مين اللي بيشتري طبعا مين تا مان اللي بيروح يشتري حاجات اللي فوق هون هو اصلا ما عندهش وقت ان هو يشتري زين فراو لويزا جيت ايما انس كاوف هاوس ان كاوفت ايه عان يبقى نختار رقم ايه اتنين دي فراو فون هانز نومة زكس كاوفت لويزا كلايدونج نقط يا طرى هي بتشتري ايم ابريل ولا ام اخت اور ولا ان دير فرايت سايت هي بتشتري كلايدونج امتا الملابس امتا طبعا فوق زي ما هو قال ان هو في وقت لايه الفراخ بتاع اختار نومة نومة زيبن لويزا كاوفت جيرن كلايدونج تماما هي بتحب تشتري كلايدونج ليه بقى دين علشان زي مش تقيمة شيك او الزين عشان هي دايما بتحب تبان شيك عندها وقت فراغي يعني مش لاقي حاجة تعملها زي فونت ام شتات سنتروم هي عايشة في الشتات سنتروم لا احنا هنا زي ما هو قال لنا زي مش تقيمة شيك او الزين هي بتحب تبان تملين هي ايه شيك يبقى الاجابة الاولانية هنخطف تيالي القطعة ما فيهاش اي حاجة وسهل جدا نيجي بعد كده للقطعة التانية اللي هي رشتش او دار فارش هير ماير فونت اين بيرن يبقى هير ماير نبقى يعيش في بيرن تمام ديز شتات المدينة دي لقت ان دي جويتس يعني بيرن دي بتقع في جويتس لاي سويسرا يدس يار كل سنة هات ارتفاعي ووخن اورلاوب هير ماير بقى عنده كل سنة اسبوعين اجازة هير من تزامن ميت زاينة فاميلة في اين بوخه انس اوسلاند فليجن هو عايز يسافر مع العيلة بتاعته لمدة ايه اسبوع لأوسلاند اما دائما مخت اير اورلاوب هو كان دائما الاجازة بتاعته بيقضيها ان شبانين اما ديزس يار في السنة دي بقى يا جماعة او ريزفيرت يعني حجز او يحجز ان هو حجز بالفعل في اين بوخه لمدة اسبوع اين دابلت سيما يعني حجرة مزدوجة بسريرين يعني اوند اين اين تسيلت سيما يعني حجرة ايه اين تسيلت سيما يعني حجرة لشخص ايه واحد مت فروشتوك بالفطور في هوتل هيلتون دي فاميلة كمت ان برلين ام دراي اونت فانسش وان يعني بيقولك ان العائلة وصلت لبرلين يقولك برلين ليه بقى ما هو فوق دويتش لاند ما هي برلين عاصمة دويتش لاند يبقى وصلت لبرلين ام الساعة كام تلاتة وعشرين يعني الساعة دوشن فم فلوك هافن نمزي اين تاكسي توم هوتل فلاص يبقى هم من المطور خدوا تاكسي لحد الايه الهوتل ان برلين يبقى العائلة عايزة تزور كل حاجة في برلين يعني ابنته كارين اشترت بوست كارتن اللي هي زي قروط لاصدقائها في المدرسة بعد اسبوع يعني بعد اسبوع العائلة لازم ترجع تاني بيرن ليه بقى علشان هير ماير وزوجته هابن في دا ابايت علشان هم ترجعوا للشغل بتاعهم تاني وكارين كمان عندها ايه مدرسة اول حاجة عندي هير ماير هات فيردسين هل هو عنده اجازة اربعتاشر يوم تعال نشوف هو فوق كان كاتب عنده اسبوعين ايه اجازة يبقى هو مش كاتب اسبوعين بس اربعتاشر يوم طبعا اتنين في سبعة باربعتاشر قريبا هنختار ريشتش يا ترى هو السنة دي هيسافر الى شبانل لو احنا خدنا بالنا هيقول انه هو كل سنة بيروح شبانل ولكن السنة دي هو عايز يسافر دويتشلاند يبقى طبعا فالش يعني العائلة يا ترى العائلة هتعيش عنده صديق لأ طبعا ده هو فوق قال انه هو عمل حاجة في هيلتون ايه هوتل يبقى طبعا هنا الاجابة ايه فالش نومر الف يا ترى العائلة لما اخدت اللي رجبت المترو من المطار للهوتل طبعا لأ هنا عندي بيقول لي انه هم من فلوغهافن نمزي اين تاكسي يبقى طبعا هنختار فالش والدين كارين عندهم شغل بعد اسبوع ايوه طبعا ريشتش انه هو قالوا انه هم ناخ اينا وخه موس دي فاميلي ناخ برن سورك فليجن لي بقى دين هير مير ون دفراو مير هابن ويدا عباد يبقى طبعا ريشتش نومر درائتزين كارين كافت بوستكارتن فور اير فروند طبعا دي جملة موجودة هي زياء فوق بالصبط هي فعلا اشتريت بوستكارتن فور اير فروند يبقى طبعا ريشتش نيجي بعد كده ليستيواتسيون صديقك عيان طب انت هتقوله ايه هتقوله ينبغى عليك ان انت تروح للطبيب أنا احب ااجي معاك طبعا انا هقول واحد عيان مش هقوله وقت ممتع طبعا انا هقوله اكيد ايه تمام انت ينبغى عليك ان انت تروح للطبيب دو فراجز ناخ دير انكمف ديس فلوكتسيج انت بتسأل بدان بتسأل يا جماعي يبقى لازم حط ايه سؤال انت بتسأل عن انكمف اللي هو وصول الفلوكتسيج اللي هي الايه الطيارة فهتقول وان فليكت داس فلوكتسيج اب اب فليجن يعني يقلع وان كومت داس فلوكتسيج ان انكمن يعني يصل وان كومت دير فلوكتسيج يعني المدة اللي هيستغردك ها الطيران طبعا هنا انكمفت اللي هي الوصول فانا طبعا هاختار وان كومت داس فلوكتسيج ان انت بتساعد دام هنا يعني فراوي يا جماعي انت بتساعد سيدة عجوزة تمام علشان هي كانت معاها كلمة شفير يعني صعب ولكن المقصود بها هنا ان هي شنطة طقيلة عشان كان معاها شنطة طقيلة يبقى انت ساعدت امرأة عجوزة علشان هي كان معاها شنطة طقيلة هي قالت تمام زي هنا معناها ايه هي يبقى هي قالت ايه بقى انا احب بقى ساعد حضرزك بكل سرور انا مش محتاجة مساعدة طبعا انت خلاص ساعدتها لان هي كانت ايه لان هنا الجملة هنا في حالة الايه الماضي انت ساعدتها فخلاص هي بدم انت ساعدتها فهتقولك دانك ايه شون في واحد يقول ما هي ممكن تقوله انا مش محتاجة مساعدة لا ماقدرش اقول الجملة دي لان قريدي بيقول انت ساعدتها الجملة هنا في حالة الماضي لو انت كنت لسا عايز تساعدها لو انت مسلا قول دوفلست انت عايز تساعد مسلا سيدة عجوزة فهي ساعدتها اه كنا ممكن اقول ما هي ممكن كانت تقوله انا مش محتاجة مساعدة انما هنا الجملة كانت قالت ايه انت قريدي خلاص ساعدتها الجملة في حالة الماضي طبعا هي تقولك دانك شون دانك كاميرا است كابوت الكاميرا بيزة او فونكتشونيرت نيشت دو جيست تسور ريبراتور اون زاقست يبقى انت هتروح لصلاحة وتقول ايه ميني كاميرا مخت زي شون فوتوس يعني الكاميرا بتاعتي تصور سور حلوة ميني كاميرا فونكتشونيرت نيشت مير خلاص معديتش بتشتغل دي كاميرا هاب ايش ان دا شول انا عندي كاميرا في المدرسة طبعا هي كابوت فانت رايح للريبراتور فهتقوله ان الكاميرا بتاعتي مش شغالة كلمة كابوت هي اصلا بتساوي فونكتشونيرت ايه نيشت طبعا هنختار اجابة تاني يعني صديقك بيقول ان البدل عجباني دين علشان يا ترى البدل مناسبة عليك شكلها حلو عليك يعني مش مناسبة عليك او مش ملأمة عليك مش حديثة طبعا بما ان البدل عجبان فمعنى كده ان البدل ايه ونخلي بالنا ممكن واحد يقول الله ما في باستة هي ايوة هي باستة تنفع بس لو ما كانش في ايه يبقى معنى كده ان بداي من البدل عجبان يبقى دير انسوك شتيت دير جوت يعني ملأمة ومناسبة عليك بعد كده دو فراكست انت بتسأل انت بتسأل على الترمين بتاع الفيلم معاد الفيلم فهتقول ايه بقى انت بتسأل على الترمين على المعاد يبقى تقول متى يبدأ الفيلم ولا المدة اللي هيستغرقها الفيلم ولا ايه رأيك في الفيلم طبعا بدان فيها ترمين يبقى اسأل على ايه خلي بنا من كلمة ارت اول ملاقي كلمة ارت يعني مكان انت بتسأل على مكان الميلاد فهتقول انت تولدت فين متى اتولدت كم عمرك طبعا بدان فيه كلمة ارت يبقى على طول انت دلوقتي بتقول عايز تسكرة الى القاهرة لو سمحت فدو بيست ايم يا طرى انت هتكون فين في الكاوف هاوس في المتجر ولا في الريسترانت في المطعم ولا في بانهوف طبعا اكيد هتكون فين في البانهوف نعمة حطة الكتاب ايه متى سيمة يعني الجو حر او جو سخنة او حر في القوضة فانت هتقول كونتن زي بيت لو سمحت داس فانستر تسو ماخن داس ليشت ان ماخن داس فانستر اوفنن طبعا حد هنا يقولك ايوه ده بقى اللي هي الافعال بتاعت فاكرين ان اوس كهربائية اوف تسو عادية الافعال اللي هي بذرب ماخن هو يفتح ويقفل طبعا الجو حر فطبعا الموضوع ملوش علاقة بالليشت اللي هي اللمبة يبقى دي اول حاجة هحزفها دلوقتي ما قداميش غير مين داس فانستر تسو ماخن داس فانستر اوفنن فطبعا احنا كنا واخدين اوف تسو للحاجات الايه العادية طب انا دلوقتي الجو حر فانا عايزة ايه افتح يبقى هي المفروض اوف ماخن بس انا ما عنديش هنا اوف ماخن يبقى مش هتنفع تسو ماخن يبقى كونتنزي بيت داس فانستر اوفنن براجع يا جماعة على فيديوهات بتاعة الفيرب ماخن لما كنا بنقول ان اوس كهربائية اللي هو يفتح ويغلق اوف تسو عادية للحاجات العادية تسو هنا معناها يغلق بقى الاجابة رقم تلاتة فونف تسيش ايرو خمسين يورو يمند فراكت ديش يبقى معنى كده حد سألك قالك ايه فاس كوست دي هوز يعني تمن الهوز البنطلون اس دي هوز شيك هل الهوز ده شيك في فندنزي دي هوز ما رأيك في البنطلون طبعا لما حد يقولك تمنه كام فهتقوله خمسين ايرو خلاص يبقى فاس كوست دي هوز نيجي بعد كده لأسئلة الجراماتيك يعني لحظة لو سمحت فراو ماير يا فراو ماير ادي فيه كومة يعني معنى كده ان فراو ماير دي قدامي وبقولها لو سمحت يا فراو ماير سواني نقاط ده هنقول ايه لو سمحت يا فراو ماير زوجك على التليفون فهي هترد تقول شكرا يا فراو ميلر يعني فراو ميلر انا عندي كده عشان ما اتلغبط انا عندي اتنين فراو ماير وفراو ميلر تمام يبقى بتقولها لو سمحت يا فراو ماير يبقى هي قدامها وبتخطيبها هنتعاملها هنا معاملة المخاطب تمام تعالي زوجك على التليفون يبقى طرح تقول طبعا هنا من قدد هدير فعايزون نقول زوج حضرتك لان في فراو يبقى هنختار ايه اير معن طبعا ماينفعش داين ليه لان عندي فراو كلمة فراو او هير بنعمله معاملة الايه معاملة اللي هي زي جروس حضرتك يعني هل انت رحت مرة برلين فهيقول من ثلاث سنوات منذ يا اما قبل تعالي بقى هنختار فور ولا زايت ولا إن طبعا إن اول حاجة مش هتنفع فيه ثلاث سنوات لا طبعا عندي فور وعندي مين زايت طبعا في حد يقول ممكن يقول لي منذ ثلاث سنوات او قبل ثلاث سنوات بس انا كان عندي حاجة بتفرق بين فور وزايت قلنا الجملة نبص على زمن الجملة زمن الجملة هنا يا جمعة في حالة الماضي عندي الماضي بتاع زين هل انت رحت برلين بما إن عندي الجملة في حالة الماضي فطبعا بختار ايه فور لأن معنى كده ان الحدث خلص وايه وانتهى يبقى أنا بختار فور فور دراي يارد لو كان عندي زمن الجملة في حالة المضارع قمت هاختار زين نمام دي مش صعبة خالص انا قلنا الجملة لو في حالة الماضي سواء كانت افعال ماضي او في التصريف التالت برضو تعتبر جملة ايه ماضي يبقى يا فور دراي يارد قبل ثلاث سنوات باسماخستدو عن فوخ اند يبقى انت هتعمل ايه في الاجازة اش جي جير تانس انا اروح اروح ارقص اوضا اش هور او ان انا هاسمع ايه موسيقى ابر امنوقت كوخ اش تو هاوز ولكن ان انا هطبخ فين في البيت طبعا دي تصعيد الصفة انا عندي ام زي ما احنا خدنا قبل كده وانا مغمضة ان انا هاخد الصفة اللي فيها ايه ان في الاخر ليه بستن يعني كيف يكون التقص في يعني النهارده جاو ساعة ولكن بكرة هيكون ايه دافي طبعا دي الدرس طبعا من الافعال اللي موجودة في اخر درس الدرس الاربعتاشر اللي انا بنصح كل الطلاب ان هي تذكره يعني ما فيهاش مشكلة مش ياخد مننا وقت طويل بس نذكره والحاجات اللي فيها نستخدمها كتير ممكن نستخدمها في الايميل والاوزرس تمام يبقى كيف كان التقصف اسكندرية هنقول ان جاو سائع النهارده ولكن الصبح او غدا هيكون ايه دي سوف يصبح دافي تمام فانا عندي هنا ايش هابي كاين هوبي انا ما عنديش هواية فانا ما عنديش هواية فلو سمحت ممكن تليفون ايه يعطي ولا طبعا هو التلاتة يعطي بس انا غزبا عني هاختار مين جيب ليه لانا ما عندي فطبعا الفعل الاساسي بيجي في اخر الجملة وفين وفي المصدر اختار جيب كيف هنروح البيت فقال ايش نام نقط اوبان فطرها يقول دي ولا دين ولا دس طبعا من الافعال اللي بتجيب ايه جماعة اللي بتجيب اكوزاتيف طيب معنى كده ان هي عندي اوبان هنا ادتها ايه ادتها دي وطبعا دي في حالة الاكوزاتيف بتفضل هي هي دي طب افرد انا في الامتحان ونسيت ان اوبان دي ادتها ايه لو خدنا بنى كده نطلع كده بسرعة لو احنا طلعنا كده للتيكست اللي فوق هنلاقي دي اوبان بصوا الجملة موجودة زي عشان كده تمال يا جماعة بقول الامتحان الالماني حوالي مثلا نقول مش 50-60% الحل بيبقى موجود كله في قلب بعض يعني انا دي فم ملي نمت دي اوبان اه الاجابة موجودة فين فوق ادي كلمة اوبان ودي فرب نامن ودي الاداة بتاعتها عشان محدش يقف عند حاجة معينة ويقول انا مش عارفها او انا مش احل احل ايها موجودة في موجودة يعني انا اقدر احل الامتحان بنسبة 60% من جوه الامتحان ذات نفسه نقط يبقى معنا كده ايه ان هو عايز اقول ايه الاطفال فيقول في المدرسة فاقول اين ولا من اين ولا الى اين طبعا اين بيكون الاطفال هيقول فين في المدرسة مام يبقى نختار هو ده البيت بتاع مارتنس وانجس فهيقول هو بيخصهم هم تمام طبعا انا عايز اكتب هم هم هنا اللي هي معناها ايه زي طيب بس انا ما اقدرش اكتب زي لان عندي من الافعال اللي بيجيب داطيف طيب احنا قلنا في الداطيف زي زي اين يبقى اختار اين طبعا انا عندي اتنين اين هاختار اين واحدة طبعا هاختار اللي هي لان هنا عندي بتبقى في زي جروس اللي بتاعت حضرتك انما طبعا هاختار مين تاني واحدة البيت ده بتاعهم هم يعني اللي هي شنطة اللي هي شنطة الاوراق يعني حط فيها اوراق ان انا اشتريها يعني اشتري اي واحدة فقاله نقد فاندي اش جنوستش جنوستش يعني ملائم او مناسب انا شايف ان دي ملائمة او مناسبة طيب انا هنا معانا كده عايزة كاني هنا هحط ايه احط ديزا ولا ديزن ولا ديزر انا عايزة اقول ان شنطة الاوراق دي هذه مناسبة طب يطرى شنطة الاوراق هنا موقعها ايوة في ناس ممكن تقول عشان زي ما احنا قلنا في شرح في الفيديوهات السابقة في الشرح عشان هنا يبقى انا اختار ديز مش في كل الحالات بتنفع زي ما قلنا انا بختارها على حسب اعربها فين يا جماعة في الجملة زي ما قلنا قبل كده خلي باننا من اله موضوع ده متى هتسافر حضرتك الى انجلند هتسافر انجلند امتى فقال له ام نوقة فبريور فطبعا انا هنا عندي ام فاقول الف ولا الف طبعا احنا اخذنا من كده انا عندي اي حرف في الدرس الاربعتاشر برضو اي حرف ام او ام فطبعا لازم نحط ايه في الاعداد الترتيبية ايه ام الف تن فبريور بعد كده فاروم ليه فادي ما بيقولش زلط سلطة عشان هم مش بيحب الجميز اللي هي الخضروات يبقى تصريب يبقى سهلا جدا ما فياش مشاكل نيجي بعد كده للسؤال اللي هو الايميل او الاسم اس من الاسهل الاسئلة برضو اللي عندنا زي ما قلنا ان الاسم اس كل الهدف منها اننا بجاوب عن الاسئلة اللي موجودة عندي جيبا كل اسم اس فيها اربع اسئلة وانا بجاوب عليها مش مهم ابدا ان احنا كلنا بنجاوب على نفس الاسئلة بنفس الاجابات ولكن المهم من الجملة اللي احنا نكتبها تبقى جملة صحيحة سبيلنج او جرامر هلو مونة فيلن دانك فيا دي اي لادونج يعني انا بشكرك على العزومة اش كومي جير انا هاجي وانا مبسوطة انا حابة انا نجي اش مشت انو انا بس عايزة اعرف انت هتاول سؤال عندي هو انت هتعمل الجبورد ستاك سبورتي حفلة العيد الميلاد فين هي تبدأ امتى مين اللي هيجي واجبلك ايه معايا طبعا اول حاجة بعملها في الاسم ان انا ببدل الاسماء هلو مونة فهقول هلو اسراء وزي ما قلنا بلكده ان انا اهم حاجة ان انا بجاوب على الاربع اسئلة ولكن في حاجة كده ان انا لازم باين اللي بيصح ان انا فهم انا بكتب ايه هي بتقول لها شكرا على العزومة بتاعتك انا انا هاجي بكل يبقى انا فرحان ان انت جاية خلاص ممكن محدش يجاوب يعني لو انا مجاش في دماغي في الامتحان ان انا اقول كده مفهاش مشكلة عام حاجة ان انا جاوب على الاسئلة بس لو اقدر اكتب جملة مسلا بتعبر عن اللي هي الرد خلاص يبقى ايه خير وبرك تمام يبقى هي بتقول لها شكرا على عزوم بتاعتك انا جاية فبتقول لها انا فرحان ان انت ايه جاية زي ما قلنا بلكده في اسم اس كتير زي ما يكون حد تعبان لما يقول انا عين فهيقول يعني يعني يقول زي ايه الف سلامة هبتدي بعد كده ارد على الاسئلة اللي موجودة هتقول لها مثلا انا عاملها في البيت او ممكن واحد تاني يقول انا كل اللي انا عاملها بالاحمر ده ان انا اقدر اغيره في الحديقة تمام او في النادي انا اقدر اكتب ايه اي حاجة طيب هنقول زي اخط مسلا او اي وقت تاني مش ايه مش هتفرق مين اللي جاي ممكن اقول لها يعني كل الصديقات جايين كل العائلة او كل العائلة المهم ان انا مايهمنيش ممكن اكتب لها مسلا مها ونها جايين اي حاجة يعني مايهمنيش انا اكتب ايه المهم ان انا اكتب جملة سليمة انا هنا كتبت كل صديقاتنا جايين فقال هنا سألتها هي قالت لها اجيب لك ايه معايا ممكن بقى دي طبعا لها اكتر من اجابة ممكن تقول انت ممكن تجيبي مسلا ايه بلومن ورد زفت لها جمع زفت لها عصاير مشروبات نشتس يعني ما تجيبيش حاجة انا طبعا دي انا باختار منها اللي انا حطان بين قصين انا اختار ممكن تقول لها زفت طبعا انا لو كتبت دي ما كتبش لان دي عصاير ودي مشروبات او ممكن تقول لها يعني ما تجيبيش ايه ما تجيبيش حاجة معك انا باختار واحدة منهم او كتبهم كلهم بس طبعا لو هكتب بلومن وزفت طبعا مش هكتب بقى ونشتس وهكذا بيس داهين فهنعكس برضو الاسامي بدل ما فوق ايلالها داين اسراء هنقول داين ايه مونة نيجي بعد كده للاوف زاتس بس الاوف زاتس بتاعنا هنا بيتكلم على عند الطبيب فالكلمات اللي انا هستخدمها يعني الام في المعدة تعبان او عيان يعني يمكس عند الطبيب طب انا هروح عند الطبيب ايه انا عيان ماشي عيان يعني عندك ايه ما انا بمسك الجمل واحدة واحدة انا عندي المعدة تمام فلما تبقى عيان وعندك المعدة فانت تعمل ايه فانا رحت لل ايه للطبيب طب الطبيب الدكتور قال لك ايه الدكتور قال ينبغي ان انا اخد الدواء وكمان ان انا اقعد ايه في السرير اسبوع طبعا هنا مش محدد لي يا جماعة ان مين اللي عين فعشان كده بستخدم ايش انما لو كان قال فبالتالي هقول اير تمام فيعني مهم او نخلي بالنا هو جايب لي مين اللي عين هو مش محدد فبالتالي ممكن اكتب ايش ممكن واحد تاني يكتب مين ممكن واحد تاني تكتب احد تاني يكتب مين اي حاجة مفاش مشكلة بدمش محدد لي خلاص انما لو حدد لي مين اللي عين لازم هلتزم بيه طيب يبقى الدكتور نصحه انه هو ياخد الدواء ويقعد في السرير وكمان قال له يعني هكون ايه احسن والقلم ايه هيروح تمام طيب هنا الايميل بتاعنا بتكلم عن ايه بقى دو هايست ليزا انت اسمك ليزا شرائب اين ايميل ان دين فروين جيل مونيكا وتكتبي ايميل لصديقتك مونيكا ويبعد اين هوبس عن الهويات بتاعتي الايميل بتاع اللي امتحان بتكلم على الهوبس سهل جدا وما فيش مشكلة الكلمات اللي فيهم موزيك شن شن يعني جميل احنا طبعا ما نيجي نكتب ايميل اول حاجة بقول هلو فلانا مونيكا او هكتب عزيزتي مونيكا طبعا عشان هي بنت لو كانت ولد كنت هقول ايه وبكتب المقدمة ايه اخبارك او انت عاملة ايه والعائلة بتاعتك يعني اعمل ان انت تكوني بخير ادي المقدمة الجملة اللي بعد كده انا مش هقلف اهو من دماغ انا هكتب نفس الجملة اللي فوق اشرايب انا بكتب لك ايه انا بكتب لك ايه اهي انا بكتب لك عن الهويات بتاعتي انا خدت نفس الجملة اللي فوق بس بدل مكتب كتبت انا بكتب لك تمام بعد كده اتكلم على وقت ممكن اقول لها ايه ايش هاب فيلي هابس انا عندي هوايات كتير ايش هوري جرن موزيك انا بحب اسمع موسيقى اوند ترايباش بورت وبمارس ايه الرياضة ام فوخن اند في نهاية الاسبوع هاب ايش برايت ساي بيبع عندي وقت فراخ ايش جا اندين كلوب انا بروح النادي دورت هناك بقى في النادي شبيلي ايش فوسبال مت ماين فرايندين بلعب كرة قدم مع صديقاتي هوري ايش جرن موزيك يعني ايه كل يوم بحب اسمع موسيقى موسيق ايست شون اللي هي الموسيقى الجميلة دي موسيق ماخت مش شباس والموسيقى بت ايه بتجعني مبسوطة او بتخليني مستمتعة طبعا ممكن اي حد يكتب هوايات تانية يعني ممكن واحد مسلا ياخد هواية الشبيلين تانس مسلا يلعب قخن مسلا لو حد بيعرف يطبخ تمام يبقى انا ممكن استخدم اي هوايات تانية اهم حاجة ان انا اكتب جملة سليمة في الاخرى هولاها ليب جرويسة مع تحيات القلبية وداينا ليزا اللي هي مين اللي كتبت الامام وبكده نكون خلصنا حل امتحان 2019 وان شاء الله الفيديوهات القادمة هنحلي فيها برضو امتحانات اكتر من السنين اللي فاتت وبالتوفيق ان شاء الله وما تنسوش نعمل لايك للفيديو وشير عشان لو حد حابب يسمع او يشوف الحل بتاع الامتحان 2019 وما ننساش نفعل الجرس علشان توصلك حلول الامتحانات السابق وبالتوفيق رب وبالنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته